لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك مرحباً بكم يا حبابي بيسعد أوقاتكم عن جديد إن شاء الله اليوم خلطة من عطرين رح أخبركم عنها ممكن تستفيدوا للأخوة اللي بيسألوني دايماً شو ممكن نستعمل عطرين مع بعضهم باعتقد إنه هاي من الخلطات الجميلة على الأقل بنظرتي أو من تجربتي فيكن تستعملوا الأشياء اللي أنتو بتحسوها مع بعضاً وهي دايماً يعني إحساس بالروح بيكون أو من خلال الخبرة كيف تتخيل العطر إنه يطلع لو استعملت على هذا الجنب شيء وعلى الجنب التاني شيء آخر بالبداية بنصح كل اللي بدهم يستعملوا عطرين مع بعض ما يكونوا فوق بعضهم مثل ما دايماً يعني بقول بأغلب الفيديوهات إذا حدا حب يستعمل عطرين مع بعضهم يستعملوا واحد على جنب والآخر بالجنب التاني لحتى ما يكون فيه زناخة بالعطر يعني ممكن الاثنين ما يتواءموا كمكونات ولكن ممكن كرائحة يكونوا حلوين جداً وقت يكونوا هن بالفاينال برودكت يعني ما نخلط لتنين مع بعضهم عشان ما نطول كتير من العطور يلي بستعملها وبحسها أنه رائعة جداً لتنين مع بعضهم يعني بستعمل على جنب كامل هذا العطر اللي هو شوكو ميسك من الرحاب شوكو ميسك من الرحاب هاي الأدنينة بحاول حط لكم صورتها هلأ على المونتاج إن شاء الله إذا قدرت إذا ما قدرت هو شوكو ميسك من الرحاب رح أكتب لكم أسميهم بالوسط تحت الفيديو والآخر أي شيء من نسخة اللايت بلو حتى اللايت بلو النسائي اللايت بلو النسائي لأنه سبعته أحلى أو اللايت بلو الصن أو اللايت بلو إيطاليان زيست أو اللايت بلو الرجالي هلأ ليش هول عم يعملوا ماتشينج مع شوكو ميسك؟ من وجهة نظري أنه هذا الإيطاليان زيست اللايت بلو الصن عفوا دوتشي جابانا لايت بلو صن وهدلول النسائيات طبعا الأنانية الطويلة حتى تستعملوا فيكن تستعملوا اللايت بلو للونه أزرق أو الاندنس منه وهذا الإيطاليان زيست هولتنين النسائيات والآخر نترجدكن يا رجالي هلأ على الأقل بهاي يلي هي اللايت بلو صن في أكورد لفانيليا البوربون يعني هي تفتتح أو فيها التفاح الأخضر وفيها بالقلب الياسمين والورد وفيها برينجباني وبالقاعدة فيه المسك والأمبرجيس والبنيليا البوربون وهي هادي اللي عاملة ماتشينج مع العطر الآخر وجمال الخلطة هو التفاح الأخضر التفاح الأخضر لكل اللي عنده المحلات يعني أو حتى الأخوة اللي بيحبوا يعني يستعملوا عطرين مع بعض التفاح الأخضر مع البنيليا البوربون كتير حلوين مع بعضهم لأنه التفاح الأخضر شوي حد والبنيليا البوربون بودري أكتر من المألوف يعني بتطفي حدودية التفاح الأخضر يمكن بعض الأخوة ما يكون أصلاً مقتنع بفكرة أنه يستعمل عطرين مع بعض وحتى أنا واحد من الناس يلي قليلة تجاربي أو خليني أقول قليلة حتى لقيت عطرين يعني ممكن يكونوا ماتشينج بطريقة حلوة بس ومع ذلك موجود فهي الخبرة وكيف تتخيل العطرين مع بعضهم تلعب دور كتير كبير بها الموضوع هلأ اللي ما بيلاقي اللايت بلو أو ما بيحب يستعملها ممكن يستعمل الفوياج ممكن يستعمل أي عطر في افتتاحية التفاح الأخضر أو عطر نوعاً ما حد يعني متل إذا بتذكروا الإيكو أو الفوياج أو يعني هول العطرات اللي فيهن حدودية بالبداية ممكن الشوكو ميسك يكون كتير متوائم معه الشوكو ميسك عطر رخيص ما بعرف بالظبط قديش سعره هلأ بس إذا بتعملوا له جوجل بتلاقوا السعر طبعاً يعني سعره كتير معقول وبتيجي بإزازة 30 ميلي أو 40 ميلي هو من شركة الرحاب فأنتو فيكن يعني بعتقد يعني تحصروا عليه بسهولة أو من الأنترنت هول كان هاي هذا الفيديو اليوم معنا عن عطرين متوائمين مع بعض وإن شاء الله بالقادم رح حط لكم بعض العطرات اللي ممكن تتوائم مع بعض تستعملوها وتطلع كتير حلوة الشوكو ميسك تباتو جميل وقوي بطول هلأ للملاحظة إذا ما لقيتو الشوكو ميسك أو اللي عندو مونتال تشوكولاتي غريدي رائع جداً وبيشبهو كتير بعضهم هول يعني هذا الشوكو ميسك من الرحاب بيشبه كتير المونتال تشوكولاتي غريدي أنت كيف بتحب تستعمل فاللي ما موجود عندو هذا وما بدر يأمنه مونتال تشوكولاتي غريدي رائع جداً وسباتو مع ضخامة أداؤه لهذا سبات المونتال تشوكولاتي غريدي أقوى نوعاً ما بالنسبة للمحلات اللي أو للأخوة اللي عندهم محلات وبيمكسوا عطرين مع بعضهم ما بفضل إنه ينخلطوا العطرين مع بعض ولكن يلي عندو الخبرة كيف يخلط أو بيعرف شتون يطلع العينات المتوائمة مع بعضها ويعمل ديفلوبمنت لهذا العطر يروح لهذه الطريقة الفانيليا بوربون كتير رخيص ما نغالي الناس تتفاجأ أنه يعني مثلاً مثل مونتال تشوكولاتي غريدي يعني الفانيليا بوربون من الأكوردات الواضحة جداً فيه فهي أساس العطر وهو ما نغالي يعني حتى الأخوة اللي عندهم محلات بيعبوا عطور يعني بيعرفوا أنه فانيليا بوربون ما نغالي ففيكن تستعملوا هاد مع اللايت بلو من دوتشي جابانا ويكفي إذا بتقدروا تحصلوا على الزيت تبع الفانيليا بوربون وموجود يعني بيكفي وبيغني يعني عن هذا الغرض وفيكن تستعملوا بكازيت قاعدي أو أكورد قاعدي وتحطوا أو تزيدوا عليه اللايت بلو أو الفوياج أو هؤل العطرات يلي فيها تخريش ببدايتها أو حد ببدايتها بتمنى ما أكون طولت عليكن وبتمنى يكون هذا الفيديو كمان مفيد لإلكم إذا شفتوه هيك ما تبخلوا علينا بشير للفيديو وإذا داخل جديد على القناة بتمنى إنه لو حبيت القناة تعمل سبسكرايب مع محبتي الكبيرة لإلكم بفيديو قادم إن شاء الله بتمنى يكون مفيد بأمان الله